هذا وقد أكد سعادة السيد حسين محمد رجب الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين أن تمكين مستمرة في عمليها الدؤوب لترجمة الأولويات التي نصت عليها خطة التعافي الاقتصادي وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية من خلال تفعيل الشركات وصياغة المبادرات الهدفة إلى تنمية الاقتصاد وخلق الفرص النوعية للبحرينيين جاء ذلك خلال الإعلان عن إطلاق المبادرة التدريبية إدارة مالية بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية لتقديم برنامج تدريبي متخصص لخمسمائة بحريني من رواد الأعمال في المرحلة الأولى وذلك كجزء من جهود تمكين المستمرة في تحفيز المؤسسات للتركيز على نجاحها واستدامتها إضافة إلى توسيع دائرة الفئات المستفيدة من البرامج التدريبية لتشمل الموظفين بالإضافة إلى رواد الأعمال بما ينعكس على أداء المؤسسات لتحقيق أهدافها التنموية وزيادة مساهمتها الفعالة في نمو القطاع الخاص وأضاف سعادته أن أهمية هذه المبادرة تكمن في معالجتها لأحد أبرز التحديات التي قد تؤثر على نجاح العديد من المشاريع في الوقت الحالي والتي لا تقتصر على الجانب الفني والتقني وعوامل السوق بل تتمثل بشكل كبير في غياب أو محدودية المهارات الإدارية والمالية والتخطيط المالي للمؤسسات حيث يمتاز هذا البرنامج بتقديم المعرفة عن الأمور المالية إضافة إلى تخصيص جلسات توجهية وإرشادية بشكل مباشر مع كل رائد عمل على حدة بهدف تقديم المراجعة الدقيقة لخطته المالية وإرشاده لأبرز الاستراتيجيات والآليات المناسبة لتفعيلها كما نوها سعادته بأهمية الحرص على تكامل الدعم المادي والفني مع الدعم التوجيهي والاستشاري لما له من أهمية في نجاح وتطور رواد الأعمال وأوضح أن تمكين في سعي دائم لصياغة الحلول التي تتماشى مع أهداف دعم المؤسسات الملتزمة بالنمو والارتقاء بأعمالها بهدف إحداث الأثر المنشود والمساهمة الفعالة في الاقتصاد الوطني